النقطة الثالثة شيء من الحديث الموجز عن عصمتها صلوات الله عليها لابد أن نعرف من البداية أن عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر لا تماثلها عصمة عصمتهم عصمة الله إذا أردتم تعريفا لعصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر فتعريف عصمتهم هو هذا مثلما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبين محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو تعريف عصمتهم وانتهينا يعجبكم هذا الكلام لا يعجبكم أنتم أحرار هذه عقيدتي أنا أتحدث عن ديني وعقيدتي عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر هي عصمة الله فلا يختلط الأمر عليكم حينما أتحدث عن عصمة العقيلة زيناء أو عن عصمة أب الفضل العباس أو عن غيرهما لا يختلط الأمر عليكم فتتصورون أن هذه العصمة كتلك أبدا ليس هناك من وجه مقاربة عصمة العقيلة أعلى شأنا من عصمة الأنبياء لكن ليس هناك من وجه مقاربة بين عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر وما أتحدث به هنا عن عصمة العقيلة قد تكون المصطلحات واحدة قد تكون الكلمات واحدة لكنني بيّنت لكم في الحلقات الماضية هناك الدلالة الأخاص وهناك الدلالة الخاصة وهناك الدلالة العامة عقيلة بني هاشم في الكوفة لما أدخلت على ابن زياد أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري صفحة 353 العقيلة تخاطب عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه ومن ولاهما ابن زياد يقول للعقيلة الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم فماذا قالت عقيلة ابن هاشم الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهير إنها تتحدث عن نفسها الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهير فآية التطهير تنطبق عليها بحسب مقامها آية التطهير تتجلى فيها بحسب مقامها بحسب عصمتها بحسب منزلتها العلمية فهي عالمة غير معلمة بحسب منزلتها ومقامها في مشروع عاشور الذي هو مشروع الله شاء الله أن يراها سبية هكذا قال رسول الله لسيد الشهداء شاء الله أن يراها سبية عمود من أعمدة مشروع عاشور بحسب مشيئة الله بحسب ما خططه الله بحسب هذا فإن آية التطهير تنطبق عليها آيات الكتاب لها مطالع ومجاري هكذا علمونا مثلما الشمس لها مطالع ومجاري فمرة يكون ضوءها شديدا وأخرى يكون ضوءها خافتا هكذا هي مطالع الشمس ومجاري الشمس وهكذا مطالع القمر ومجاريه يغيب ويبدأ هلالا حتى يتكامل بدرا ثم شيئا فشيئا حتى يتلاشى نوره فهناك مطالع ومجاري للآيات فآية التطهير في مطلع من المطالع بحسب مقام العقيلة تنطبق عليها هي التي تقول لست أنا الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا هذه كينونة مطهرة من الرجس أذكركم لا تخلطوا بين عصمة المعصومين الأربعة عشر وبين هذه العصمة هذه عصمة أعلى من عصمة الأنبياء لكن عصمة المعصومين الأربعة عشر شيء آخر شيء آخر العقيلة هي التي تقول الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا عصمة واضحة فآية التطهير تنطبق عليها وطهرنا هي لا تتحدث عن غيرها هي تتحدث عن غيرها عن أصحاب آية التطهير إلى أنها تلحق نفسها بهم بحسب مقامها الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا هذا الفاجر اللعين ابن مرجان لو وجد مجانا لتكذيبها وردها لردها ما ردوا عليها لأن الحقيقة هذه كانوا يعرفونها يعرفون أن بنت علي هذه تنطبق عليها آية التطهير مع كل تلك الوقاحة والقباحة لكنهم ما ردوا عليها لقد سكت الجميع وبنت علي تتحدث وهي لا تتحدث إلا بالصدق الجميع يعرفون هذا وابن مرجانة يعرف هذا قوة صدقها أخرستهم هي التي صدعت وقالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا وطهرك يا بنت الأكارم وطهرك من الرجس تطير ولذا في قصر يزيد هذا الكلام كان في قصر ابن زياد في قصر يزيد أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة من خطبتها المعروفة هكذا قالت ليزيد فكت كيدك افعل ما تستطيع أن تفعله فكت كيدك واسع سعيك وناصف جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا العقيلة هذه العالمة غير المعلمة هذه الفهمة غير المفهمة العقيلة العقيلة التي هي العمود الأول في الجزء الثاني من مشروع عاشراء الذي هو مشروع الله بتخطيط من الله العقيلة هذه التي هي أمثولة الحكمة العلوية لا تقول شططا كل حرف له دلالة وله مقصد وله إشارات هكذا قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا نسبت الوحي إليها الوحي وحي محمد الوحي وحي علي وفاطمة وحسن وحسين الوحي وحي السجاد وأبنائه المعصومين الوحي وحي قائم آل محمد لكنها نسبت الوحي إليها ونسبت نفسها إلى الوحي هذا الكلام ليس مجازية هذه بنت الوحي هذه بنت الوحي حقيقة أنا لا أتحدث هنا بأسلوب المجاز هذه بنت الوحي ماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف أقرأ من مفاتيح الجنان فحديث الكساء ملحق بمفاتيح الجنان في أخرياته ماذا قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزل كي يلتحق بهم تحت الكساء بعد أن استأذن وأذن له رسول الله الزهراء تحدثنا الحديث الزهراء هذا وجابر الأنصاري هو الذي نقله لنا لأن الزهراء قد حدثته وجابر الأنصاري هذا عمود من أعمدة مشروع عاشوراء في الخط الثالث فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء أم الحسن والحسين هي التي تقول فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء كانوا جميعا تحت الكساء فقال لأبي ماذا قال له إن الله قد أوحى إليكم وليس إليك يا رسول الله إليكم أنتم الذين تحت الكساء فهذا وحيكم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا العقيلة هنا في قصر ابن زياد حين قالت وطهرنا من الرجس تطهيرا إنها تكمل الحديث فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا هذه بنت الوحي منسوبة إلى الوحي والوحي منسوب إليها هذه العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة اجمعوا بين هذه الحقائق فماذا تقولون ماذا تقولون العقيلة معصومة أو لا بعض هؤلاء الثولان الغبران من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في حوزة الطوسي يناقشون في حجية قول العقيلة من مدعكم طاحين الحظ من مرجعكم الأعلى إلى مرجعكم الأسفل غبران ولكن وأنتم تفتهمون قطعان بهايم ثيران طيح الله أعظكم اجمعوا بين هذه الحقائق ستتجلى الصورة واضحة إنها أعلى درجات العصمة بين المعصومين من شيعة أهل البيت تستغربون هذا العقيلة من شيعة أهل البيت من شيعة علي وآل علي إنني أتحدث عن بنت أمير المؤمنين أتحدث عن أبي الفضل العباس أتحدث عن علي الأكبر أتحدث عن فاطمة المعصومة بنت باب الحوائج موسى بن جعفر أتحدث عن هذه الشخصيات العقيلة زينب عصمتها في أعلى درجات عصمة هؤلاء المعصومين تستغربون من هذا ما أنتم تسمعون المخالفين يعدون الصحابة جميعا معصومين هم لا يقولون عنهم باللسان من أنهم معصومون لكنهم يتعاملون معهم على هذا الأساس المخالفون من أتباع السقيفة بني ساعدة يتعاملون مع كل الصحابة مع كل نساء النبي وحتى مع نساء الصحابة باعتبار أنهن صحابيات يتعاملون مع الجميع على أنهم معصومون لا يقولون هذا باللسان مثل ما تفعل الشيعة مع عجولها الشيعة في زمان الغيبة يتعاملون مع عجولهم من المراجع الثولان ومن القادة السياسيين اللصوص على أنهم معصومون عمليا لا يقولون هذا بالكلام نحن لا ننسب العصمة إلى أعداد هائلة هالعصمة في المعصومين الأربعة عشر وفي مجموعة محدودة من شيعتهم كالعقيلة زينب وأب الفضل العباس ومن كان في هذه المنزلة والعقيلة زينب عصمتها هي الأعلى تلاحظون أن مضمون آية التطهير ومضمون حديث الكساء ينطبق عليها وهي تتحدث حديثا صريحا واضحا ليس في بيتها الخاص وإنما في قصور هؤلاء الطغاة وما رد عليها أحد مع وقاحتهم أذان العشاءين صار قريبا فماذا أصنع للوقت هذا نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر